ماذا يحدث في قصر قرتاج؟ اليوم نحكي على استقالة سابعة في رئيسة الجمهورية بسبب خلافات داخل ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد ولهذا أكيد بشي أثر في سير دوليب الدولة وسير العادي للعمل بقصر قرتاج أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمر رئيسي مؤرخ في 8 مارس 2021 يقضي بقبول استقالة إسماعيل لبديوي ملحق برئيسة الجمهورية ابتداء من غرة فيفري 2021 وفق مصادر فرائد الرسم للبلاد التونسية الصادر مؤخرا وتعتبر استقالة لبديوي سابع استقالة من ديوان رئيس الجمهورية بعد استقالة سفير مدير ديوان الرئيسي سابق طارق بالطيب ومستشار الأمن القومي محمد صالح الحامدي والطبيب المستشار الأول لشؤون السياسية عبد الرؤوف ومستشارة الاتصال لرشيدة نيفر والملحقة الأعلامية بديوان هيلة الحبيب والملحقة بديوان المكلفة بشؤون السياسية ريم قاسم اللي كانت آخر الشخصيات المستقيلة من قصر قرتاج ومن رئيسة الجمهورية اندل على شيء فانو يدل على إيربك شديد داخل القصر وخاصة في التعامل بين أعضاء ديوان رئيس الجمهورية وخاصة رئيسة ديوان مع بقية الفريق العامل برئيسة الجمهورية ما تنسي واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصيكم الفيديو القادم